السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكورة وعندنا سريعا كده أخبار كتيرة قوي إن شاء الله نتكلم في حدود خمس مواضيع مثلا كده في السريع ننملك اللي حصل النهاردة في كل الأحداث الكروية بقى في مصر جوة ولا برة ولا مع المنتخب ولا في الطيارة ويرايحة على الإمارات كلام كتير هنقوله كده بسرعة إن شاء الله وزي ما احنا متعودين بإذن الله إذا ربنا أراد يعني في أقل من عشر دقائق على طول ننجزك ونقول لك كل حاجة فتعال سريعا ندخل في التفاصيل ونقول يا معلم إيه اللي حصل النهاردة من كيروش في المؤتمر الصحفي وإيه اللي قاله على إيدته هنتكلم برضو عن عقوبات منتخب مصر والمغرب يعني عقوبات قاسية بصراحة هنتكلم برضو عن عودة الدوري هيكون معدها إمتى بإذن الله الدوري المصري وهنتكلم عن بدر بنون وبن شرقي وهنتكلم أيضا عن كاس العالم للأندية وإيه اللي حصل فيه وهيتزع ولا مش هيتزع ولا وهيتزع هيتزع فين بس نستطيعناك في بداية الحلقة قبل نخش في أي تفاصيل لو أنت حاب تابع الأخبار أول بول وتبقى معنا دايما كده في تحت الزر أحمر اكتب علي سبسكرايب واشتراك دوس عليه وجنبه جرس واخترق أول اخترار وإنته جديد أودي منساش تعمل لايك وكومنت وشير وانتو متشفتنا على صفحة الفيسبوك وانساش تعمل لايك في صفحة الفيسبوك وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وندخل سريعا في موضوع كارلوس كيروش كارلوس كيروش بدأ المؤتمر للصحف النهاردة وتكلم يعني عن حاجات كتيرة هنختصر منها ونقول طبعا انتو عارفين الفيديو المتداول لصامو الإتو رئيس الاتحاد الكاميروني واللعب الأصبخ لمنتخب الكاميرون وهو بيتكلم مع لعيبة الكاميرون انه بيحمسهم وبقول لهم ان احنا يعني في حرب واللي فد كله حاجة واللي جاي حاجة احنا في حرب مع مصر في الملعب احنا اللي جاي ده حرب اللي جاي ده مش عارف ايه ايا كان طريقته للحماس او طريقته لانه هو يعني حمس لعبته ماينفعش تقول حرب انت تتشحن اللعيبة نفسيا وبدنيا فهينزله ويدغدغه ويكسره وهيبقول له هو انا نازل في الملعب يقتل يا مقتول فيعني اللي بيحصل ده انا شايف انه هو غلط جدا ومش طريقة جيدة من لاعب سابق كبير بحجم ايته انه يعمل كده وكلنا كمان شفنا يعني اتحاد الكاميروني او الاتحاد الافريقي تحس ان فيه تديق على مصر جدا في حاجات كتيرة وفي المساحات ولسه كانوا متكلمين النهاردة ان مصر شايفت عنه تفضيع في اجراء المساحات وان كل المعامر رفضة ان تعمل لمنتخب مصر مساحات وكان في قصة كبيرة وفي معمل اخد من كل لعب مية وتمانين دولار عشان اعمل له مسحة وبعد كده بتوصيلنا الاتحاد الكاميروني الكلام ده جماعة عن لسان مسؤول عن البعثة المصرية بسانسيت اسمه والله مسؤول عن البعثة المصرية صرح به رسميا يعني وقال لك رحنا المعمل اخد مية وتمانين دولار من كل فرض في البعثة ولكن بعد كده المعمل رفض تاني وكان فيه تعال نوت رهيب كان فيه مشكلة وكلموا الصفراء المصرية وقصة كده كبيرة فيعني انا مش فاهم ليه كله ده بيحصل يعني عايز تكسبني كسبني في الملعب بتعودش حربني من بره وتحديدني نفسين والاخبار برضو فيك طلعة من بعض الصفحات الكاميرونية عن ان مسحة محمد صلاح ايجابية كلام كله لا داعي له وكلام غلط جدا من صامو الاتو كارلوس كيلوش رد عليه بمنطقة البساطة قال له هي مش حرب واحنا مش جايين نحارب وكلمة حرب ما ينفعش تدعى في حاجة كرة القدم الاولى والافضل من انت تقول حاجة زي كده ان انت كنت تنقذ الناس اللي ماتوا اسناء التدافع وهم تاخدين للاستاد فيعني كان قاولى ليك انك تعمل حاجة زي كده قصف جبهته من الاخر والرجل ايه قدته من ساعتها ما طلعولوش النفس ما ردش كارلوس كيلوش بص يا باشا انت بتتكلم منين كارلوس كيلوش خلاص او حد شرب مني المصر هتزعل والله العظيم هتزعل ما بلاش يقته يعني مش عايز اقول لك يا عمد قفش قدام حد عربي لكن بقول لك يا عمد قفش قدام حد مصري ما بلك بلو العرب كلهم حاول تقف قدامهم ما ينفعش وعدين خلي بالك احنا مش قولك تقف قدامهم ان احنا جايين نعمل زيك وتقول حرب ومش حرب احنا ماناش في الكلام ده يا باشا احنا ناس محترمين ومسلمين ولكن لسالنا بنقدر نرد لسالنا طول كده الحمد لله بنعرف نرد زي ما انت بتتكلم بتعرف تتكلم بنتكلم عادي ورد فمنعب بإذن الله وبإن شاء الله ربنا هوفق منتخب مصر وبإذن واحد أحد هنفوز على الكاميرا وإن شاء الله وهناخد البطولة كمان بإذن الله المهم يا سيدي الخبر التاني معانا مفاجأة لكل عشاء النادي الأهلي وهو رسميا من قنوات ابوضبي سبورتس عبر تطبيق ابوضبي الرياضية او ابوضبي سبورتس على جوجل بلاي او ابل ستور تقدر تخش تنزله دلوقتي تطبيق ده هنتفرج على مطشاط الاهلي في كاس العالم مجانا بإذن الله كل اللي انت محتاجينه منك ان يكون عندك نت بس ولا اي حاجة شكرا وكمان ابوضبي الرياضية علنت ان احتمال بنسبة كبيرة ان شاء الله يتعامل قناة اسمها ابوضبي الرياضية اكسترا وتكون مخصصة لإذاعة كاس العالم الأندية فقط ومباريات الاهلي يعني مجانا لمصر وغالبا دلوطن العرب ان شاء الله يعني ده خبر مفرح يعني الخبر التاني اللي معانا طبعا عشان ما ننساشنا بقي تكتب الحاجات في ورقة عشان ساعة بنسى الاخبار اه عودة الدوري المصري بإذن الله قريبة جدا اعلن احد المسؤولين في اتحاد الكورن المصري عن عودة الدوري المصري ان شاء الله يوم تسعة فبراير القادم احنا خلاص يعني كلها اقل من اسبوع ان شاء الله والدوري المصري ان شاء الله يعود مرة اخرى بحلته الجميلة اللذيذة ونرجع بقى لايام بقى الاهلي والزمالك والفيديوهات الجميلة بتاعتنا بقى والحاجات كده والترندات فربنا كريم ان شاء الله عندك خبر تاني هو عقوبات على منتخب مصر ومنتخب المغرب عقوبات قاسية جدا اعلن اتحاد الافريقي لقرة القدم على عقوبات على منتخب مصر ومنتخب المغرب بعد الاحداث الاخيرة التي جمعت بين يعني مصرون مغرب في المباراة طبعا اللي كانت من بينهم في دور التمانية مئة الف دولار على منتخب مصر على كيروش ومحمد صلاح بسبب عدم حضورهم للمؤتمر اربعين الف دولار على منتخب مصر الاحداث اللي حصلت في الطرقة اه ما بين الفريقين ايقاف مروان داود لعب منتخب مصر مدة مبارتين ايقاف مساعد اه كارلوس كيروش وايضا غرامة مالية على ايقاف لاعبان من منتخب المغرب وتحذير شديد اللي هجا ليه كارلوس كيروش انه لو تكرر منه ان هو محضرش المؤتمر هيتم ايقافه ورخامة وخلاص كده وحاجات كده غريبة جدا واحد مش فاهمها ليه بيحصل كل دا والعقوبات القاصية دي ليه برضو يعني خلي التعنو تشغلوا بازن الله في الاخر برضو هنكسب ان شاء الله يعني متعصبوناش بقى انتوا بتعاقبونا كده ليه كدعان يعني يعني ما تهدوا شوية بازن الله هنكسب حاربنا مهما تحاربنا مصر ان شاء الله تكسب وترجع بالبطولة بازن الله وكمان جيب لي بكاري جسامة يعني انا نقصك تجيب لي بكاري جسامة اللي هو الناس كلها بترفضوا انت جايبهولي ولاتحدر مصر كرة القدم قدم احتجاج رسمي على بكاري جسامة بالادلة والمستندات وبردو لسه بكاري جسامة متعين يعني انا مش عارف انتوا عايزيني تاني والله وان شاء الله برضو هنكسب واقسم بالله ربنا كبير وعظيم ومش هيسيبنا ولا يعني هيخلينا نزع ان شاء الله هنكسب بازن الله ان شاء الله هنكسب ماتش مصر والكاميرون بازن الله يخلص واحد سفر المتخب مصر ان شاء الله محمد صلاح اللي أجيب الجون واحد سفر منتخب مصر محمد صلاح اللي يجيب الجون. وما فيش اكسترا طايم يا عم. انا قررت خلاص. ان شاء الله يا رب. يسمى انبوء ربنا. اخر خبر معنا وخبر لازيز كده. كده. خبر كده. وانت بتأزأز لب يعني تسمعه كده. عشان انا خلاص انا انا جبت اخري يعني. بيقول لك منتخب المغرب خرج من بطولة كاس افريق. هرض لك لمنتخب المغرب. مش دي مشكلتي عشان بس ما حدش مغربي يكون بتفرج عليه. ويزعلي في نبت تريق والله ابدا. انا بطرق لحاجة تاني. وطبعا الف تحية لاخواتنا الجزائلين والمغربة والتوانسة والسعوديين والاماراتيين وكل الناس اللي بيتابعوا منتخب مصر وبيشجعوا. بيقول لك منتخب المغرب خرج من دور التمانية كاس قمة افريقية خلاص. في لعيبة بقى ايه في منتخب المغرب تخصنا في مصر. بدر بنون في الاهلي. اشرب بن شرقي. في الزمالك. من تاني يا جماعة والله اشان نسيت. هم الاتنين دول تقريب اقول اتنين دول بس. بدر بنون خد الطيارة اللي واخد سوفيان رحيمي ورايح الامارات تنادي العين الاماراتي وسافر معه بالمرة هو ولعب تاني من الجزء من المغرب. نفاجأ ان هم ما طلعوش ثلاثة بس في الطيارة بقى الخاصة اللي مبعوطة مخصوص لسوفيان رحيمي. طلعوا اربعة. اربعة ليه يا جدعان? قالك في لعب كده اسمه اشرف بن شرقي بدل ما يرجع مصر يرجع نادي الزمالك. المفروض خلاص خلصنا معلول مع الاهلي في الامارات دلوقتي خلاص. لأ قال لك راح الامارات. راح الامارات. راح الامارات ليه? بعض الكهنة والتكهنات تقول انه رايح يقعد مع امير توفيق في الامارات عشان يمضي معه يخلص ولا عفري. حركة زي كده لو حصلت اقول لك ايه? هبطل اعمل فيديوهات ده انا ادنى ادنى اتجنن فيها دي. يعني مش عارف. ان شاء الله خير يعني. ان شاء الله لأ يعني. ان شاء الله ما يحصلش يعني. دول بعض التكهنات. بعض التكهنات الاخرى بيقول لك انه خلاص رايح يمضي للنادي الاماراتي. بعض التكهنات الثالثة تقول لك انه وض pinned النادي الاماراتي وراح يلطحك بيه هيعلن انتقاله. وبعض التكهنات الربعة بتقول لك انه رايح يصيف. او لا رايح يعمل يصيف في الشتا. رايح يعني يقضي اجازة. تكهني انا بقى او مش تكهني. ردي. يسته انا مش عارق والله العظيم ملاقي رب دي يعني هقدر تنزل زمالك سيباك ازاي? وانت راح الامارات تعمل ايه? ما تيجي تقعد في بيتك كده يا فلاندي الزمالك تتدرب مع اللعيبة. مش عايزنا اطلع اقول انا مش عايزكم. مش كده. يا باشا مش عايز العف باندي الزمالك تاني. باي باي. باي. عرف انت باي. ابتكل على الله يا ابا ما تصدعناش بالله عليك. احنا لسه مرجعين احمد عيد باكرايت. من الاسماعيلي من الاعارة. صبرنا يا رب. لسه مرجعين وطازة. تكلم فيها يا عمي. انا يهمني. ولا يهمني. عشو اللي اشرف بنشرقي وانجليفت. وبعدين مستواك قال. اهان. وانت مش اشرف بنقلبي ولا حاجة. انت اشرف بنشرقي عادي. يا. يلا. عايز تروح الاهلي? روح الاهلي. ولا يفرق معي. عادي يعني. هيفرق عندي اوباما. عايز ايه يعني. انا تعبت من القصة دي والله. كان معاك احوك عمر عاطف من قناة صاحب الكورة. اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.